في ثالث زيارة له خلال عام واحد افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظم عددا من المشاريع المهمة في ذيقاره ليؤكد اهتمام الحكومة الكبير بالمحافظة التي عانت طويلة للتهميش وحرمت من الخدمات الأساسية أبرز هذه المشاريع هي مطار الناصرية الدولية الذي وضع له حجر الأساس ليفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة وربما سيكون مركزا مهما للشحن الجوي في المنطقة ما يعني أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل في المحافظة وبالضافة إلى افتتاح الكاظم للمستشفى التعليمي في ذيقار جاء افتتاح المحطة الغازية المركبة في الناصرية التي تنتج طاقة كهربائية أكثر من نظيراتها وفي الوقت نفسه تحافظ على البيئة والتي ستقدم 500 ميجاوات كمرحلة أولى ولم يهمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناشطي حراك تاشرين اذ زار عائلة شهيد أنس مالك الذي استشهد متأثرا بجروحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي الكاظم الذي اطلع على أحوال عائلة الشهيد طمأن عوائل شهداء تاشرين بتأكيده أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتالة الناشطين مشيرا إلى إلقاء القبض على قتالة الصحفي الشهيد أحمد عبدالصامد وفرق الموت في البصلة وعدد من قتالة المتظاهرين شكرا